المحور الثاني هو التأسيس الجمعيات وتسيرها والجمعيات الأجنبية شبكة الجمعيات الاندماج والحل ترتيبات مالية والسجلات والتدقيق للحسابات العقوبات وأحكام انتقالية وأجيب هذا المرسوم فإن المهام تتوزع بانسجام بين القطاعات الحكومية المختصة وهي ثلاثة هذه القطاعات أولا قطاع العدالة قطاع الداخلية والقطاع المكلف بالمجتمع المدني الهدف من هذا هو أعلن ذلك القانون اللي ذكرت حالة اللي عنده زلت أهداف أني أختار نذكر بي هون وقد قطيت قلت هون هذه القاعة أنا ذلك هو أولا تطبيق كل كل دستور لأن كانت تلك المادة عشرة خاصة للقانون كانت تطبيق على تجسد على أرض الواقع مسألة الثانية هو توسيع فضاء الحريات العامة والفرضية والهدف الثالث هو إشراك هذه القوى الحية في الديناميكية اللي ذكرت حالة فيها دولة القانون وتكريس من نظامنا الديمقراطي وكذلك أيضا المسار التنموي البلد